اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان الاكتشافات اللي حصلت في مجال الغاز الطبيعي للسنين اللي فاتت رفعت انتاج مصر من الغاز واصبح عندنا دلوقتي احتياطات ضخمة من الوصل ل63 تريليون قدم مكعب وده جي نتيجة لرؤية للدولة المصرية في مسألة ملف الطاقة بشكل عام يمكن كمان الاتفاقات اللي تمت مع شركات النفط العالمية لاستكشاف الغاز ومشاريع التطوير وحنتكلم من حضراتكم دلوقتي عن دراسة كمان اصدارها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ونسمع اكتر تفاصيل من الاستاذة اسماء فهمي الباحثة بواحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اهلا بحضرتك صباح الخير صباح النور اهلا بحضرتك عايز اعرف الدراسة اللي عملتها واستندت لأيه في هذه الدراسة ولينا كل التفاصيل الخاصة بالدراسة اللي عملتها طيب مبدئيا كده خلينا نتفق ان استطاعت مصر مؤخرا ان هي تحقق انجاز في ملف الطاقة بشكل عام وملف الغاز الطبيعي بشكل خاص ودوت استندت فيه على عدة ركاز اساسية تقوم على رفع او تعزيز كفاءة الاستغلال الامسل للطاقة ده من ناحية من ناحية تانية معالجة تراكم الديون اللي كان بيمر بيها قطاع الطاقة وبرضه استندت على ركيزة اساسية بتقوم على خطة الحكومة المصرية في التخفيض التدريجي للدعم الموجه وبالتالي هيعود على موزن عمل الدولة بتخفيف الاعباء على موزن عمل الدولة وبالتالي تخفيض العجز ايضا فيه ركيزة اساسية استندت عليها الدولة في قيمها بتطوير ملف او اصلاحات اللي استندت عليها لتطوير ملف قطاع الطاقة وهو فتحت الباب او وضعت استندت او اعلنت عن سياسات تيسيرية اصلاحية قامت على او شجعت عملت على تشجيع القطاع الخاص ان هو يقوم باستثمارات بالضبط بشكل خاص جذب استثمارات الشركات العالمية العاملة في المجال ان هي تدخل مصر بحجم استثمار كبير ساهم دوت في الاكتشافات اللي احنا طبعا تم الالن عنها وصولا ان مصر تحقق اكتفاء الزاتي سنة 2018 ده من ناحية من ناحية تانية يعني هي مصر او الدولة مشيت بالتوازي من ناحية ان هي ادخلت سياسات اصلاحية في ملف الطاقة من ناحية تانية قامت بتطوير البنية التحتية من قناة السويس من خط انابيب سومد اللي هو بيربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط وطبعا مصنع اتكو دمياط وخط الغاز اللي هيربط او الخط الغاز العربي اللي هيربط مصر ببلاد الشام الاردن ولبنان وسوريا دوت طبعا اهل مصر ان هي او وضعها في مكانة متميزة فيما يتعلق ملف الطاقة ويساعدها ان التقارير الدولية تطلع في تقرير طالع في ابريل عشرين اثنين وعشرين وضع مصر او يعني اعلن وفقا لبياناته ان حققت مصر او سجلت المركز التالت بعد نيجيريا والجزائر في من حيث حجم الانتاج الغاز الطبيعي في المنطقة انا بحب جدا القصة التقارير الدولية كلميني عنها يعني ماذا تحدث الخارج عننا كيف ذكرت تقارير الدولية والمتحدة او التقارير الخاصة بالطاقة والبترول او الغازة كيف تحدثت عن مصر بالايجاب تمام في البداية وبالبنط العريض كان التقرير تكلم ان حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بلغ تلاتة وستين تريليون قدم مكعب في بداية عشرين وواحد وعشرين ده بالبنط العريض زي ما بيقولوا طبعا تحدث عن الاصلاحات اللي قامت بيها مصر زي ما ذكرت التوسعات اللي هي قامت التيسيرات اللي هي قدمتها للشركات العالمية العاملة في القطاع طبعا دي الاسبابي عشان نفاهم الناس دي الاسباب اللي خلتنا النهاردة نوصل لنحن نقول تلاتة وستين تريليون قدم مكعب الاسباب اللي انت كنت بتقوليها هي دي الاسباب اللي وصلتنا النهاردة الهنا برضو تكلم او تناول التقرير شقين مهمين اللي ساهم في ان مصر توصل او تحقق المكانة دي عندنا شق الاستهلاك او مزيج استهلاك الطاقة في مصر عامل ايه تناول طبعا قال ان من اربع مصادر اللي هو الغاز الطبيعي بترول وسوائل اخرى وعندنا طاقة متجددة والفحم ذكر التقرير ان مصر او استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة يتجاوز 57 تقريبا او 56-57% من الغاز الطبيعي وبترول وسوائل اخرى يتجاوز 35% وبعد كده عندنا الطاقة المتجددة 6% وفقا للتقرير و 1% من مزيج الطاقة من الفحم وده اللي بيتم استخدامه بكثافة في القطاع الصناعي بالنسبة لاستهلاك الغاز بشكل خاص ذكر التقرير ان مصر بتستهلك في قطاع توليد الكهرباء تستخدم الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة تتجاوز 60% وفي قطاع الصناعي بنسبة 23% وطبعا الباقي في استخدامات المنازل والاستخدامات الاخرى للغاز الطبيعي طبعا عشان مصر تبنت سياسة ان هي خفض الدعم وبالتالي تحرير الاسعار نوعا ما ده تساهم في تقليل او ترشيد استهلاك الكهرباء واللي انعكس على تباطؤ النمو الطلب المحلي من الغاز الطبيعي هي ما سابتش الموضوع كده بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة يعني فتحت الاستثمارات وسهلت في مشاريع الطاقة المتجددة كنت ذكرت في الاول قصة الاستثمار دي حاببا قلق الدق عليها بشكل اكثر تفصيلا يعني معظم الاستثمارات الاجنبية التي تأتي في مصر تبحث عن استثمارات في مجال الطاقة اول حاجة بنلاقيها اول حاجة بنلاقيها في استثمارات الاجنبية بتمقى مجال الطاقة عندنا احصائية عندنا الحديث عندها يعني رايح فين طيب عندنا فيما يتعلق بالاستثمارات اللي قامت يعني الشركات عندنا شركات ايطالية شركات امريكية عندنا إيني وشيل وغيرها من الشركات اللي هي دخلت بتقولها في القطاع واللي وصلتنا للنتيجة اللي احنا فيها بيعزز قدرة مصر ومكانتها عالميا ودوت اللي مكن مصر في 2019 ان القيادة السياسية رأت ان بعد ما استطعت مصر اللي يتحقق في 2018 اكتفاء ذاتي واعلنت عن كده من الغاز اللي هو سدت احتاجاتها من الغاز ويتحقق فقد انتاج مكنها من التصدير فقامت في 2019 بالعلان عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ودوت طبعا ده في 2019 هيعزز بشكل فعلي يعني على أرض الواقع من دور مصر سواء داخليا وخارجيا يعني بالتعاون والتكامل الإقليمي وتعزيز مكانة مصر وتفعيل دورها وطبعا زيادة تبادل التجاري مع الدول الأعضاء وأثبت إن مصر قادرة على إن تاخد دور رئيسي وأساسي في مش مش بس في المنطقة لأ عالميا يوازي دور منظمة أوبك ده فيما يتعلق بمتوسط تأثير ده الإيجابي على الاقتصاد المصري طيب إحنا الأول كنا في نهاية 2014 و2015 عندما تبنت الدولة سياسات الإصلاحات دي كان الوضع أن مصر تستورد الغاز الطبيعي وده طبعا كان بيستنزف مواردنا من النقد الأجنبي طيب لما نحقق ناتج يسد الطلب المحلي ونقوم بمشروعات يبقى معناها في زيادة في حجم استثمارات عندنا في استغلية استغلية الأمثل للموارد عندنا زودنا مشاريع طاقة متجددة عندنا صدرنا ده من ضمن العوائد صدرنا مش بس يعني أو ارتفعت قيمة صدرات مصر من الغاز الطبيعي خلال وفق الوزارة البترول أن قيمة الصدرات المصرية ارتفعت في أول أربع شهور أو الربع الأول من 2022 أهمية ده من وجهة نظرك إيه يا سمي مسألة الارتفاع الصدرات في الأشهر الأولى من العام تصدير يعني عوائد نقد أجنبي طبعا تفعيل دور مصر إذا نكلم يعني دورها إقليميا وعالميا أن هي كمصدر برضو مساهمتها في أو توسحها في سد جزء من احتياجات طبعا نحن عارفين الحرب الروسية الأوكرانية واللي عملته وتأثيرها الكبير على أزمة الطاقة في أوروبا فقد يكون أو بالفعل زادت صدرات مصر من الغازة الطبيعية للدول الأوروبية في الفترة الأخيرة وفي توقعات بارتفاع حجم الصدرات من الغازة الطبيعية للأتحاد الأوروبي طيب وحضرتك متخصصة في دراسات الطاقة المتجددة مصر رايحة فين؟ إحنا من خطة نعمل إيه وخصوصا إحنا عندنا كوبتونت سيفن وعندنا خطة أن إحنا نرفع اعتمادنا على مصادر الطاقة المتجددة بحلول كام هيبقى اعتمادنا كام فلمية على هذه المصادر؟ تمام، هي مصر فيها لأنه وضع خطة أن هي عشرين خمسة وتلاتين تصل القدر التوليد الكهرباء أو استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة لأقصى ساعة وزي ما قلنا أن هي بتوازي يعني بتحاول أن هي تتوسع بشكل تدريجي في مشاريع الطاقة المتجددة وفي نفس الوقت زي ما قلنا بتخلي مزيج الطاقة أقرب أو تتوسع في الطاقة النظيفة اللي بتتماشى مع التوجه العالمي طبعا في مواجهة تغيرات المناخية وأزمة الاحتباس الحراري اللي بيواجهها العالم حسنا شكرا جزيلا أستاذ أسماء فهمي البحثة بوحدة الاقتصاد ودرسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية تشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا المهار تلحق